اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع خصير وبيهم كل الناس خصوصا المرحلة اللي جاية وطبعا قبل ما نبدأ عايزة اقول لكل الشعب والدول العربية كل سنوح حضراتكم طيبين بمناسبة عدة القطحة المبارك خلاص فاضله كم يوم وهيبتدي او هيجي وهيحل علينا ان شاء الله بالخير والسلام ولكن فيه قلق على دولة عربية في يوم عيد الاضحة او خلال موسم الاعياد القلق هيكون على فلسطين الحقيقة ليلة عبداللطيف كانت متوقع ان القضية الفلسطينية لم تنتهي او المأساة فيه مأساة تنتظر دولة فلسطين الحقيقة اللي خلاني اقول الفيديو ده النهاردة اريد خبر كان على الترند مبارح في الترند السعودي خلالنا فتكر ليلة عبداللطيف ان فيه مأساة تنتظر دولة فلسطين ممكن الايام اللي جاية او ممكن بعد الايام اللي جاية دي وخصوصا ايام عيد الاضحة فيه دلوقتي خبر على موقع اسمه الغد بيقول ان فيه مراسل هناك قال ان فيه عشرات المستوطنين اقتحموا بحات المسجد الاقصى مشيرا الى ان عملية الاقتحام كانت تحت حرصة صورة الاحتلال وقال مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني ان المستوطنين اقتحموا بحات الاقصى في تكريس الوضع القائم من الاقتحمات اليومية للمسجد من المتطرفين والمتشددين اليهود حيث يتم اقتحم باب المغربة بشكل مخالف للاستيكو الذي يمنع اي اعمال في ساحة حقة البراق بالاضافة الى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال بحماية المستوطنين في جوالات استفزازية واقامة صلوات تلمودية داخل المسجد بالاضافة الى التحريد الاقتحم من مسجد الاقصى قبل عيد الاضحى سمانة عن تحريد كبير جدا عايزين يروحوا باعداد كبيرة واقتحموا مسجد الاقصى خلال عيد الاضحى لان في الوقت ده بيقابلوا ذكرى خراب الهيكل عند اليهود سريعا كده خراب الهيكل ده كان سنة سبعين ميلاديا عن طريق اقتحموا الرومان ساعتها وهدوا الهيكل خالص ودنسوه وزي ما بيقولوا وخلوه ما خلوش حجر على حجر فعشان كده بيفتكروا اليوم ده وبيروحوا المكان المسجد الاقصى لانهم معتقدين الهيكل تحت المسجد الاقصى او ان المسجد الاقصى مبني على الهيكل القديم اللي تم تخريبه سنة سبعين ميلاديا المهم عايزين يروحوا باعداد كبيرة ساعة العيد وده هيمثل استفزاز وكانت فيه دعوة اصلا بان الناس كلها تروح على هناك العرب علشان ما يحصلش ان هم ياخدوا المسجد اكد الكاسواني خلال مدخلة مع موقع الغد اليوم الاحد ان تلك الاستفزازات اللي بيقوم بيا المتطرفين والمستوطنين بتهدف لارسال رسالة بانهم يسيطرون على القدس العربية مشددا على ان تلك الاقتحامات لن تأخذ من عزمة الفلسطينيين وقال بيت المقدس ودع الكاسواني كل من يستطيع شد الرحال الى المسجد الاقصى ان يذهب للمسجد من اجل الحفاظ على عروبة واسلام المسجد الاقصى من تلك الانتهاكات والتحريط ضد المسجد المبارك وتابع ان المواجهات بتقع بشكل يومي بين المصالين وحراس المسجد الاقصى مع سرطة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين لمنع تلك الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الاقصى خاصة الصلوات الاستفزازية بيعملوها ساعة صلوات المسلمين مؤكدا ان المسجد الاقصى هو حق خالص للمسلمين ولا يقبل القسمة او الشراكة وان تلك الاقتحامات بتنتهك حرمة المسجد ويستفزون مشاعر المسلمين وحمل الكسوان قوات الاحتلال وحكمته المسئولية عن تلك الاستفزازات والانتهاكات اليومية في حق المسجد الاقصى المبارك والتي تهدف لفرض امر واقع المسجد مشددا على ان تلك المسجد الاستفزازية بتتم بحماية قوات الاحتلال وبقوة السلاح ولا طاعة اي شرعية لتلك الممارسات فمن الواضح ان هم عملين يقولوا لناس كلها تروح هناك في وقت العيد خصوصا لان هم عملين كذا جماعة متطرفة عمل التنديد لكل اليهود اللي عندهم في اسرائيل ان هم هيروحوا للمسجد الاقصى ايام العيد الاطحى المبارك علشان يصلوا هناك ذكرى خراب الهيكل فتخيلوا ان اعداد كبيرة زي كده هتروح للمسجد الاقصى وفيه اصلا الناس بتصلي يوم العيد صلاة العيد فممكن لقدر الله ممكن تحصل اشتباكات مرة تانية وده يعني لا تمنهوش اللي عايزين السلام وعايزين الموضوع يهدى لكن هم اللي بيدوروا على الخراب عملين يقولوا روحوا روحوا للمسجد الاقصى روحوا روحوا اثناء الصلاة العيد بتاعة عيد الاطحى فده لو حصل ممكن لقدر الله تحصل اشتباكات ومشاكل كبيرة وهي ليه العبداللطيف منبهها ان الموضوع ما انتهاش القضية ما انتهتش وان فيه مأساة بتنتظر دولة فلسطين هل هي المأساة دي لقدر الله تحصل في عيد الاطحى ولا لا الله اعلم وعامة حتى ميشيل حايي كان قيل في اول السنة ان المسجد الاقصى هو مصنع ومحور الاحداث لفلسطين خلال عام 2021 وفعلا كل فترة بتحسن مشاكل بتكون ناحية المسجد الاقصى وطبعا لحمايته من الهجمات المتطرفين والمتشددين اليهود اللي كل شوية يخشوا المسجد الاقصى بكده نكون انتهينا نتمنى طبعا الخير والسلام لكل الناس وحماية المسجد الاقصى واجب على كل الفلسطينيين والعرب لان ده حاجة ما ينفعش ان احنا نتهاون عليها وبكده نكون انتهينا من الفيديو من التوقعات شكرا لوجودكم معنا احنا بنحب نقول لكم اخر الاخبار والتوقعات اول باول ما تنسوش تشتركوا تفعلوا جرس التنبيهات واتبعونا في كل جديد بينزل ولو عجبك الفيديو عمله شير ولايك ويريت الفيديو ده خصوصا شيروه كتير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس علشان لازم نعمل حملة على الانترنت او اي حاجة تضامنا مع المسجد الاقصى ومع الفلسطينيين ممكن نكون انتهينا شكرا نستنونا فيديوهات اكتر ان شاء الله على قناة مساء الاخبار وكل سنة وحضراتكم طيبين حب عيد على الناس واللي بكتبوا الكومنتات والتعليقات انا هذكر كم اسم كده من اخر كم كومنت نزل على القناة عندنا على الفيديوهات كلها اخر كم كومنت لسه نازل في بسبوسة او صبوحة بوكرز منزلة كومنت من 3 ده ده اخر كومنت نزل على القناة بتقول اللي هم احمل جزائر في سوريا اللي هم امين وفي زهرة بن ميلاد بتقول مساء الورد والياسمين من تونس واهلا بحضرتك طبعا وستيفو 5100 اللي هم احفظ جميع بلاد المسلمين جميعا اللي هم امين يا رب العالمين امين طبعا وفي عمار شيكاو كاتب جملة وتعليق بالفرنسي من الواضح ان هو من الجزائر اهلا بحضرتك ومنورين كل الشعب الجزائري القناة وريم بوغازي السلام عليكم اختكم من تونس الله يحمينا من كل بلاء ووباء اللي هم امين يا رب وخصوصا تونس بتواجه مشاكل من ناحية كورونا نتمنى ان الموضوع يعني يقل بكتير عشان نستعرف تعيد خلال الايام القادمة مي علي من مصر اهلا بك يا مي تحياتي لك يا مازن والفرج من عندك يا رب اللهم امين ايضا الورد البيضة تحيات اهل العراق الى الاخ مازن المصري متابعة لك من العراق الله يحفظك ويبارك بعمرك يا رب العالمين اللهم امين يا الورد البيضة اختنا من اهل العراق واهل العراق كلهم على رأسنا من فوق اه وايضا في ناس كتيرة الحقيقة كتبة تعليقات وكومنتات حبيت ان انا اتكلم عن اخر خمس ست كومنتات نازدين على القناة على كل الفيديوهات اللي موجودة شكرا لكم ولكل الناس والمتابعين والمشتركين وعايز اقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد مبارك على الكل وان شاء الله محدش يدايق ولا يزعل ولا يعني التوقع بتاع النهاردة ده اتمنى انه فعلا ما يحصلش وما يحصلش اي اشتباكات ولكن برضو لازم ان الناس تبقى بغضبالها ان ممكن احتمال كبير يحصل مشاكل اثناء عيد الاضحى اه ايام اللي جاي زي ما حصل بالزبط في عيد الفتر اللي فات كان برضو نفس الاشتباكات ونفس اللي حصل بالضرب كان ايام العيد الفتر في شهر خمسة اللي فات فاتمنى ان العيد ده يعدي على خير على الفلسطينيين خلوهم يعيدوا شوية شكرا واستنونا ان شاء الله في فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار اشتركوا في القناة